أكد وزير الخارجية وشؤون المقتربين أيمن الصفدي ونظيره الإماراتي التمسك بالشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا يلبي الحقوق الفلسطينية المشروعة على أساس حل الدولتين جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الصفدي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آلين هيان حيث تناول الوزيران عددا من القضايا الإقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية والملف السوري وقد جدد الصفدي الإشارة إلى الموقف الأردني الثابت بدعم الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشريف وفيما يتعلق بالجزر الإماراتية الثلاثة أكد الصفدي دعم الأردن لحق دولة الإمارات العربية في تلك الجزر التي تحتلها إيران من جانبه أكد وزير الخارجية الإماراتي استمرار بلاده في دعم الأردن مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية للمملكة ترجمة نانسي قنقر